اشتركوا في القناة حتى يتم إدخال الأسطول الجديد الذي ستعتمد لهاتين الشركتين من أجل تنظيف شوارع أزيقات المدينة وإلى يومية أحدث المغربية تمكنت إحدى السفن الكبرى بعرض البغاز من إنقاذ مهاجرات مغربيات كنا على متن قارب مطاطي يحاولن العبور للدفة الأخرى وحسب مصادر مقربة فباخرة المسافرين لتربط بين سبت المحتلة والجزيرة الخضراء شهدت في طريقها القارب المطاطي وعلى متنه مجموعة من الركبات فعمدت بتنصيق مع وحدات للبحرية إلى إنقاذهن ونختم بيومية أخبار اليوم من احتلامي دأت في لالت عاش أكثر من مئتي تلميذ من الذين حصلوا على أعلى النقاط في جهة درعة في لالت يوم عسير حين اعترضت عناصر الدرك الملك الحافلات اللي كانت تقلهم إلى الرباط بهدف الاستفادة من تحضيرات خاصة باشتياز مباريات ولوج المدارس الكبرى وقد اتخذ الإجراء بسبب افتقار الحافلات المملكة لبعض الجماعات الترابية إلى ترخيص وزارة النقل والذي يتيح لها التنقل خارج مجالها الترابية جولتنا الصحفية انتهت شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة